إياها باسم الشاعر آه حلو يعني قصيد إليك حلو هذه ترى هذا فيها وعليها إن شاء الله الشباب توصل لهم الفكرة اليوم كافي دخولي إياه التركي الدوسري تمام؟ سقر بن بلال أربعلاف بسبب مضغوط حسن عجمي ستلاف بسبب طفاية الحري دغش يحرم من نجم الجمهور والعودة نهاية البرنامج المعدين اثنين منهم خصم الفين ريال من الراتب دحام ومصعب ترحيل برايم عايض خمسلاف سأعطيناك بعض سعيدين يعني الله لا كده أنا أضع حية للكنترول والبريق العداد اللي آزلنا اليوم بهذه الفرحة نعيد من جديد نعيد الخصومات ممروض هذه تصير باكراوند الحديث المادي طيب نعيد الخصومات سقر بن بلال أربعلاف حسن عجمي ستة الاف دغش يحرم من نجم الجمهور والعودة نهاية البرنامج وهذه كانت مطالباتنا في فقرة اليوم والحمد لله لبيت من أبو سلطان والمعدين الثنين خصم ألفين ريال من راتب ودحام مصعب ترحيل برايم عائض خمس ألاف مساعد ألفين السؤال كانوا ستة ولما جاء المعترك وجدت الوقفة وجدت الصملة بقي مع دحام الضحيك مصعب وحيدا فهد أنا عنوانت ما حصل اليوم في بيت مصعب مصعب ما يشمل هذا الكلام لأنه معهم معهم عليهم عليهم أنا عنوانت دحام في هذا البيت اللي يقول رعيه تمالصوا ربعه على واحد اثنين ولا أكبر اللي غدر فيه ضيفه كانوا معه على الكرسي ثمانية رقائجين ينامون في دفء رطوبة خيمته وعلى ندى بطحاء تلك الخيمة والله ويأكلون على فراشه ويشربون من دلاله وبلاريده ويوم احتك العود بالعود تمالصوا راقد والله العظيم والله لو أني محلهم حرجح حيائي في وجهي ما بقول راقد والله أنا يا أبو سلطان أنا والله أنا راقد وما دريت يوم دخل وعند حام ومصعب خلاصكم يا الله طيه محمد الياب سبينك يقول آه يا أبس أنت معهم والله يا أبو سلطان أنا كنت راقد زاوية الخيمة وما دريت بس صليت نفجر معهم إيه قام معه حسن العجمي حسن العجمي اللي يستقبل عند الجذار ماذا معرفت ولي نسق معه أنا تذري معلك في اللي ضغطني أنا ضغطني ما جيد نادر وبندر مطيري ومحمد اليابسي اللي سوى لنا زحمة في الكمبش الروم ذاك اليوم ها فيين أنتم ما وقفتم مع أخوكم ألا تنظرون إذا عايض بارع الذي تحمل الحمول الثقال عشان يثبت أنه مشارك في الجرم اللي تحمله صقر ما هو ما قام يسح بطنه خلى صقر يطبخ وقال والله أنا جيت هم يطبخون ويحضروا عصحة أنا كنت معهم قال أنا معه قال خمسة قال حملتو شلت والله ما يشل له هالحال ليش ما يشلو معه ليش جيتو ليش ما جلستو مثلي يابسي على كراسيكم ليش اترك هذا كله على جنب أبا وريك تبغى الضحك المصيب هالأعظم أبا وريك هنا تغريدة اسمح لي ويسمح لي الأستاذ محمد عيرم جاء له يسلم ولا ترى بترجعك عابي ها مو أترواج كفت عليك أبشربه يا أبود عيرم أبشربه يا أبود عابي ترجعك عابي صدق أرقد معلم شاب غير شفت تغريدة الرجل اللي طب ورحل دحام ومصعب إبرايم وخلى دحام في الواجه وتمارسه أخوياه منه فكه غرد ويش قال يقول قدر الله وما شاء فعل الحمد لله دائما وأبدا أقدار مكتوبه أحترم قراركم وأعتذر منكم للمرة الثانية العذر من الله ثمن كدحام ومصعب وبيذن الله أنكم تتخطون البراعي بإذن الله أنكم تتخطون البراعي بإذن الله أعتذر أين أنت؟ ما قلت أنا المسؤول ليش ما كتبت العيال ما لهم شغل أنا المسؤول يا أخي استحي أكتب العيال ما لهم شغل يا أخواني أكتب قال أنا مسؤول ما يقول أنا مسؤول لا ما قال يقول واحترم قو أعتذر منكم من مرة الثانية و العذرة من الله ثمنكم ميدا حمد ومصعب بإذن الله أنكم تتخطون البراعي إذا كان هو يعترف و يقر أن الجر مشترك إيش موقف دحامل يعني أن بسطت يا أخواني عشان الفند هذه هو دغش كان يريد حدث حلو حصل علي أنا هو من بعد يا الطفاق صحيح هذا اللي حصل نقطة وفي واحد من البثوث الدليل هذا التقريب وفي واحد من البثوث طلع فيها وقال أنا دخلت عليهم المسجد وبعد ما خلصنا صلاة التفتوا وقالوا دغش دغش فكان فيه أكثر من رواية اللي سواء دغش إن أخذ زملاء في البرنامج محتوى له وطلعهم بر المنافسة وتسبب عليهم مرة ثانية إنهم يدخلون إبرايم وبعدين قال لهم فرصة سعيدة المصيبة الأعظم اللي هي إن أنتوا اللي قابلها ستة أشخاص صحيح والله إنهم ستة أشخاص الآن تبغى تقنعني إن دحاموا مصعب ودغش أبعطيك قرينة قبل يروح سالم عنده وجهة نظر ثانية بسيب فيها الآن تبغى تقنعني إن دحاموا مصعب ودغش جلسوا في الخيمة سووا برات شاهي وسولفوا مدة ساعة ما واحد منهم حس وقام بعقولة كان بندر راقد في الخيمة يقول بندر أنا راقد في الخيمة وقمت الساعة داعش تغير وماجد يقول ما قام من صعدة الدلالة ما قام وماجد قام صالة الجمعة وليابسي قام صالة الجمعة ثمانية ثمانية ندري ستة راقدين في الخيمة فين جلسوا أين جلس مصعب ودحام ودغش أضف على ذلك أول ما جلس دحام قال قال يا بسلطان لا تنشدني مني كمعك بس إذا كانوا هم راقدين من كمعك برق لهم خلكم لا تخلوني الحالي وحراب حنفلهم اك عطاها اك بس لا تخلوني الحالي والله نايمين والله أقولك شي والله العظيم ودين هم مثل ابن فعل لا صعبة والله هذا الموقف الموقف اللي صرر الرجال لما شاف رفيقي يتلزز في الحيوت ولا قده مضيوب أنشلت خيمته اللي دقع فيها خشم الريال وترحل براين ويحافظ على رصيده وربع يدعمونه بسبب دغش وتملاص خويا منه صحي ويحافظ على صورة المتسابقين في داخل القرية لا لا برق وفي خارج قال لا تنشدني على سم ايه قال لا قال معناته معناته كلن عقله في راسه يعرف خلاصه لا قاعدت ولحد يقوم ويقول كنت كلنه جميلة كلنه فعلي كنتني وهقوتي لكن هذولهم الثلاثي الثلاثي الرباعي ماجد وبندر واليابس هذول ورابعهم أبو لب أبو لب أبو لب نور الدنيا يا هلا والله يا هلا رائق خلاص خلاص سمى أبو ساكيد أرجوك تداخل معي أعطب أرجوك لا 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 ما أصبت يا صبت شوفت الدخولية في طريقة طريقة الدخولية أبو سلطان خلو الخصومات هذه عقوبات نزلت على صقر خالة وحسن خالة خلو عقوباتهم مستحقة ما أنا متكلم بعقوبات صقر وحسن بتكلم على ترحيل إبرايم تحن أنا أعرف أن الجزاء من جنس العلم صحيح حلو أول شيء العقوبات اللي حصلت مصعب ترحيل إبرايم ما أعترف مصعب دخلنا ذا كل يوم ما أعترف دح عام اعترف وبو سلطان كذلك قال أنت اعترف وأكثر واحد كلا عقوبات دح ترحيل إبرايم شال اللوكيشن حلو يعني اللوكيشن هذا هو يعطيهم 50 ألف يعني عمل التفاعل اللي يسوه يعطيهم 50 ألف شاله أبو سلطان تخلي تخلي سلطان على كلام فهد دا الحين أبو سلطان يا أن أبو سلطان ممنصف يا أن فهد في شك مصداقيته شلون شك في مصداقيته دقيقة شنو هاده تدخل معاه يا حبيبي فهدين علق أي بس أنا أحسن نمشي شوي شوي فهد قال ستة حلو ولي قعد مع دحام كم شخص جلس ستة قال أبو فهد قال ستة ستة أشخاص موجودين طيب وابو سلطان عاقب اثنين حلو هم اللي جلسوا البقية مشوا طيب مصعد مع طرف على أي ساشة ما جلسوا لا لا جمعهم كلهم حلو قال له أنا كنت نايم على كلام فهد أنه ستة اللي جلسي قلت عاقب اثنين طيب على كلام بسلطان عقوب تثنين أما جلتها كلهم يترحلون برايب إذا كان الدعوة كيف أنا الستة قالوا لك إحنا ما قابلنا دغش نايمين ليش كلهم طربنا ونتخلوا بكف شرب وكلهم قالوا نايمين ومصعب قال أنا ما شرب طيب هو جاهم وسألهم قال اللي بيعترف أنا راح أخفف عليه ما تكلم في النقطة هذه قال اللي بيعترف أرد على النقطة لا لا هو دايما أبو سلطان في كل دقار أبو سلطان ما تكلم عن الجزية هو يتكلم بشكل عام بين يوم بدأ جلسته ويا جماعة أي شخص أسأل عن شيء ويعترف راح تخفف العقوبة طيب هودتهم ستة أيوة بناء على اتهام الأخ أرد على النقطة لا بغض النظر نخلنا فيك أنا عندي اتهام تكلم عن اللي جلسة سلي عمي لا لا حيث طيب تراجم ممكن أرد لا دقيقة لا لا اسمح لي ما خلص بيقول لك نظر على كلام فهد المفروض حاتم يرحل إبرايم المفروض عايض يرحل إبرايم المفروض مصعب يرحل إبرايم بندر يرحل إبرايم عايض ما دخلها؟ حطوا إياهم لا لا محدد لا عايض في موضوع صقر شفت يا الله شيء عايض بندر يبقى بس لا يجب لازم تركز فيه أنا أتكلم من من يدخل إبرايم محمد هي عايض لك ستة يعني أنت تشوف والله معارضة أن دخول دحام ومصعب البرايم أول شيء الغلط الأول الغلط الأول ما هذا الشيء يعني بسلطان غلط الأول دحام مفروض على الشيء اللي سواها اعترف ما تقول لأعترف تخفف العقوبة طيب اللي يعترف ما يحقق العقوبة أنت توقع أهو كلام أبو سلطان يقول اللي يعترف يخفض العقوبة تخففت العقوبة ما تخففت أنت الحين تقدرش ما تفعلت في المتسابقين خلاص يا متسابقي لا حاج يعترف كلكم لماذا واحد يعترف لا إعترف كلهم سيط Marin ما تخففت لأن الدحام لا أعترف عن المتسابقين الذين كانوا موجودين من أعترف لأن كانوا Jenkins موجودين نحن هل ممكن أرد على الاتهام هل ممكن أرد على الاتهام الاتهام الآن يقول للرجل أن يقلت أنهم في الخيمة وما ثبت أنهم في الخيمة أليس اعترافهم أكبر الذين كانوا في الخيمة استمتعوا على ما ترون الآن يتم تفكيك خيمة دحام اللي قاوت دغش بعد أن طب القرية دغش هذه الرسالة إلى دغش تمام هذه الرسالة إلى طبعا المتسابقين وحاتم كان يقول نرفع نشيل سقفها نخلي رواقها أبو سلطان قال تنشال كلها قرار تنشال كلها تمام معني أنا ضد أن الخيمة تنشال وأشوف حق من حقوق المتسابق أنا معه أنا معه أنا معه أرجع لك ليش معه لكن دغش أنت تسببت على أخويك وتسببت على دحام في دخول البراين وفي حال خرج دحام من المنافسة وهو من المتسابقين اللي يتنافسون اليوم على جائزة المركز الأول تسببت عليه للمرة الثالثة ما كان في داعي لجيتك أصلا للبرنامج وأن كنت تتسلق الجدران عشان تشوفه ولا عشان تطمن عليه يعني نحن من كثرة الحب في البرنامج يعني بينكم الشق والبعج تموضحك كنت الآن جيت بتطمن عليه تموضحك على دلش وبرنامج هو قال أني تطبيت مشتاج الخي欲 صح؟ صح وساعد لاgus في المستشفى ليهم عليك يا الله بساعد صح بساعد بقى أنت تحب خويك الكفو ومطلق وما شاء الله عليك بساعد لا هي من في المستشفى لا هي ما زرت لا هي ما زرت بيقول زارة بيقول زارة صل على النبي بيقول زارة ما زارة أصوص نفترض يد لنا بيقول زارة هل تعلم أن اليابسي ودحام يوم طلعهم ناصر الغامدي وراحوا مع ناصر الغامدي إلى الكافي اللي في العمارية إنه جاء داغش عشانهم بس رفض سعود تصويره إنك ما تصور المتسابقي حق حصلي القناة ما تصور المتسابقي ليش ما روحت للمساعد ما هو على الساس تحب خويك ما هو على الساس عشانهم هادي النقطة لولا النقطة الثانية رد على السلسل الزميل في المساة التهام الآن الاعترف سيد الأدلة وهم يوم دعاهم أبو السلطان قال لي من كان لي في الخيمة كما ارتص على الكرسي تمانية ثمانية أرتص على الكرسي كلامه كان واضح من كان في الخيمة أرتص dried 8 أنت شعندك قال أنا كنت نايم في زوجة الخيمة أنا كنت نايم في الخيمة سبعة قالوا نايمين في الخيمة سبعة كانوا نايمين في الخيمة عبدت وتقول التهامي غلط يعني كلامي صحي تقيقي شب لأ وقف سلي علنا فيك أصبر أصبر دعاهم بل اسمنا أنا سمعتك يا أخير دعاهم بل اسمي سلي علنا سلي علي أخير انا شيء في الحلقةـ يا رفاكن اصلّي على نبيّك لو دعاهم بالاسماء كان بدي يعيش الآن هل دعاها حاتم ؟ لا دعاها لا دعاها لا أدعاها أبو سلطان دعاها حاتم ؟ دعاها لا دعاها الحاتم جاء لا دعاها قال مني قابل دغش عياء عالدهم بالاسماء فيك ما اصل عنه ؟ قال مني قابل دغش أنا متراحة لأحكيم الحلقة والرجّعها وأشغلها عنتق المحسور و أنا أرجع الحلقة وأشغلها سغل ومني كان في الخيمة يجيوا وكلهم نايمين في الخيمة يا أخواني بعض أشوفوا الشيء اللي مهب لله سبحانه وتعالى ما يثبت وأنا أثبت لك الشيء اللي مهب لله وقفتهم هذه كانوا يبحثون عن شوء ودرهم فيها على ما قيل تسفيري والله فيها تسفيري تمارسوا كلهم نايمين دغش ومصعب ودحام جلسوا فوق الخيمة جلسوا فوق الخيمة ما في مكان جثث في الخيمة عرفت؟ دغش مشتاق لأخوياه بس ما زار مساعة المستشفى اللي لها الحق وزود مسوين عملية ما زار مساعة المستشفى اللي بغي يتوقفهم أرد عليك في النقطة الأخير الاتهام كله توجه لهم من الشخص هذا صح؟ الاتهام كله توجه لهم من الشخص هذا وكلهم دخلناهم أغلبهم دخلناهم كفشور بس عادة ما دخل ما دخل ولي تعاقب اثنين وين الاتهام للأربعة باقي؟ أنا اتهمت هنا موجود في الخيمة أنا أعطيتك أنك انت موجود هو جاء عند السلطان قال أنك انت عاين صلي على نبيك ليه وقعت العقوبة على ترين أنا أتهمتهم منهم موجودون في الخيمة حصل أثبته يوم دعاهم قال مني استقبل دغش جوا كلهم حصل أثبتهم كلهم قالوا نايمين في الخيمة قال ماجد قال اليابسي قال بندر قال حاتم الجميع حصل أثبتهم أثبتهم صلي على نبيك انتقل أبو سلطاني السؤال ثاني قال مني قلس معه كلهم قالوا نايمين مغلد دحام ومصعب قالوا حسن اللي قلس سمعه وهذا الكلام غلط كلهم قابل كلهم وباعوا دحام ومصعب تعليقك تعليقي بالنهاية إذا دخل أبو سلطان ثاني مرة لا تعترفون لأن كلكم راح تأخذوا نفس العقوبة وإذا جاء بالدليل ما يفسد جاء بالدليل ولا ما جاء بالدليل يعني أنت تشوف أن أبو سلطان كان ظالم فيها أبو سلطان أجهب صراحة مفروض عاقب نفس اللي ما اعترف يراح لأبرايم قال لك أنا نايم ولي اعترف لا في واحد موجود إياهم بس ما اعترف يوم جاءنا في كفش الروم ما اعترف قال لك أنا نايم أنا ما علي من كفش الروم أنا علي من اللي يراحوا مع أبو سلطان مصعب يوم دخلنا هنا يوم دخلنا هنا ما اعترف وعنده أبو سلطان اعترف طيب عندنا ما اعترف وعنده أبو سلطان اعترف وبو سلطان قال حق دحام أنت اعترفت والذي يعترف عقوبته مخاففة ثانياً مبراي كلمة كل دغش؟ الله يسترعي على كلمة دغش؟ تركي مشابه بليتكم معرف الكوف الشرور كلمة دغش؟ أترك الشو والأحداث وقم بالمواجيب اللي توجهك اللي مثل الخشم بين العينين خويك كان طريح مستشفى الله يومين ما شفناك زرته ولا جيته ولا حتى غرّت أعلم شي تغريدة تغريدة يا تركي يعني ما غرّدها صح وهنا تناقز عشان الكاميرات شيء لله بيّر يا أخوان ما أدري يعني التصرف أنا أشكر أبو سلطان للأمانة على القرارات من دغش؟ أشكر أبو سلطان على القرارات أشكر على شيرة خيمة دحام لأنها كانت بؤرة فساد جوّالات رطوبة ملاداعي ينقذون فيها المتسابقين شكراً 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 لأبو سلطان على شيرة خيمة دحام وشكراً لترحيل دحام ومصعب للبرايم حتى يعرفون من يستقبلون مرة أخرى نعم هل دا غش ينفع كلام؟ طيب قبل أن نذهب دعونا نرى المناظر سعيدة جيدة للمتسابقين اللي هم يعتقدون أن هذا نعم نعم نعم